اليوم جينا بوحدة جديدة من وحدات المجلس منجر طبعا طولنا الغيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبعا مشتاقين كتير جدا ولكل المتابعين معنا في الغنى والناس الما متابعين معنا برضو مشتاقين ليكم وسلامات ليكم كتير اللي طبعا جدكم بوحدة جديدة من وحدات المجلس منجر والوحدة دي بيساعدك في فتح الرسومات في اللعبة بيساعدك في فتح الرسومات في اللعبة يعني بدقة فائقة جدا وطبعا الاصدار بتاع الوحدة دي اللي هو 6.5 وويس اللي هو آي اللوكر نمشي نشوف الوحدة نفتح المجلس بتاعنا نمشي الضبط هنزل هتلاحز هنا انو انا عندي الوحدة المثبتة اللي هي ظهر عندي امامي هنا قدامي كويس آآ اللي هو آخر الصدار كاللحظة هنا عنده اللي هو تحت 6.5 مكتوبة اللوكر اللي هي بتفتح الرسومات في اللعبة كويس طبعا في حاجة اللي هي الوحدة دي بتفتح لي آآ اللي هي قلن الرسومات في اللعبة بدقة فائقة كويس لكن دمام معانا انك تمسح اللي هو الوحدات الموجودة عندك في الجهاز لانو بعض مرات ازا مسحتها كل لو خليت الوحدة دي فقط الجهاز بعض مرات لانو الرسومات بقد عالي جدا ممكن يقفية تأخير في اللعبة عشان كيه طبع مرات محتاج انو الوحدات البزيد من المعالج والوحدات الموجودة دي تكون موجودة يعني عشان ما تأسر عاليشنو على الجهاز بتاعك كيه تاييل لانو هتفتح الرسومات فائقة كويس نمشي بعد كيه نشوف لطريقة التثبيت طبعا طريقة التثبيت هجبعة هتشتغل فيها بمفتاح رفع الصوت وخفض الصوت وهي رفع الصوت وخفض الصوت اللي هو رفع الصوت اللي هو بنمشي للخيانة البعدي وخفض الصوت اللي هو بنختار به اللي هو باعتباره زي الادخال يعني عندنا في الكمبيوتر شوف الوحدة بتاعتنا اندي هلا ظهر عني في الشاشة بتضع عليها بالجنب هنا طوالي بتتفتح معي او علمت عندك بتعلم عندك وتفتح معاك كويس يلا قال لي عين اضغط على المفتاح رفع الصوت حقوم اضغط طوال على المفتاح رفع الصوت كويس حديك هنا مجموعة من الالعاب كويس في كل خيار عندك مجموعة من الالعاب طبعا نمرة واحد معناها اللي هو اسكيب اللي هو تخطي خويس لو دارت اختار نمرة واحد فيها مجموعة من الالعاب نمرة اثنين فيها مجموعة من الالعاب حسب شنو هالا طعاب بتاعتها الموجودة خويس حتى اختار اي واحدة من ديل طبعا فانا ساعمل اللي هو نمرة واحد هنا جاهزة عني بضغط الطوال لخفض الصوت بأعتباره يا wanna اعملتها تخطي يعني لم خطرت احدا منهم في الخيار نمرة اثنين برضو هنا بيديك برضو تختار واحدة من عملت خطي باعتبار عندي واحد جاهز طبعا بعمل طوالي بضغط على زر خفض الصوت. طبعا الخيار نمر واحد بكون جاهز. إنت دار تمشي لتنين بتضغط على خيار نمر اثنين. طبعا طوالي برفع الصوت. لكن طبعا هنا حضغل على خفض الصوت. باعتبار عندي محتاج الخيار نمر واحد. هنا قل لي هنا عندك ميزات بتاع التحسين اللي هي تابعة للمعالج بتاعنا اللي هو سناك دراجون 888. انت دائرة ولا ما دائرة في الجهاز بتاعك يا دعمل ياس اور نو. طبعا طوالي بديك الخيار نمر واحد جاهز. لو نمر واحد تعمل تضغط الخيار نمر اثنين اللي هو بزير رفع الصوت. تعالي نلاحظ معي. حيديك اثنين. أنا ما دائري اثنين دائر واحد حضغط اثنين رفع الصوت. حسنا ندخل الخيار واحد للقبل حيديك اثنين واحد. حقومة تضع على خفض الصوت. عشان نفعل الخيار واحد. كده انا فعلت الخيار بتاعي. هنا قلي في الرام بتاعك. لو ويت اصل عندك مدير بتاع رام. حصلت غضع على الخيار اللي هو واحد. لو ما عندك تضع على الخيار شنو اثنين. نعمل على الخيار اثنين لأنه موجود في الجهاز رسمياً. لو ما عندك في الجهاز رسمياً تختار الخيار نمرة واحد. طبعاً جاهز عندك نمرة واحد جاهز. اختار الخيار نمرة اثنين. 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 اختار الخيار نمرة اثنين محمد الخيار نمرة واحد. لان نصطر ما عند العابين في موجودة في الجهاز ما اتشري. اللي هو بيخفض الصوت. كده خلصنا طوال هتعمل عادة بتاع التشغيل. وضحت الفكرة. عملت عادة بتاع التشغيل بعد كده تفتح اللعبة وتلعب طوالي. هتقول التاني هنكرر حاجة قلناها انه يا جماعة الوهدي بتفتح الرسومات بيكون في اللعبة عالية الدقة الرسومات. نتيجة لانه الرسومات بيكون عالية الدقة ممكن يحصل لك اللي هو باعتباره يعني تأخير في اللعبة. لو عندك تأخير في اللعبة لازم الوحدات القديمة بتاعت التسريع والتعديل الحراري الموجودة عندك دي تكون قاعدة في الجهاز يعني ما تمسحها. لان انت هتحتاج لها لانه الرسومات بيكون عالية فالجهاز مشنو محتاج مجهود اكبر. كويس. وكده نجربوا طبعا الوحدة دي واكتبوا ليه في التعليقات طبعا هتفتح اللي هو ده حديث جديد اللي هو من وحدة اللي هي بتفتح الرسومات. طبعا لازم تعلقوا ليه نقولنا في التعليقات عشان تعرف الناس الحاصش شنو. والوحدة نفعت ما عمنوه وما نفعت ما عمنوه ولو فيش كالي عشان نقدر نحلها في التعليقات. والناس كلما يقرؤوا التعليقات عشان نشوفوا الحاصش شنو. كده أنا خلصت كلامي وان شاء الله كالعادة ما تنسى الاشتراك في الغناء. وتفعيل زر الاشعارات عشان نصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موسيقى